بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وحبائي وعزائي في كل مكان في انحاء العالم نهديكم السلام والشكر من ارض المغرب لجميع الاوطان العربية والاوطان الاوروبية والامريكية وجميع العالم اخواني اليوم ان شاء الله بينكلمكم على الفرق بين اللهجة المغربية واللهجة المصرية وطبعا هذا طبعا ما بلنا قصة انا في اللهجة المغربية طبعا المغربة كلهم احبابي وعزائي وعلى راسي وطبعا بلدي التاني هدي وطبعا ما بقللش برضو من مصر يعني انا بيعرف الناس عشان الناس اللي نوعية يتيجي مصر سيبقى عارفة مواحد يتكلم قدامه وبعارفين ايه هو دي والرجاء الناس اللي معمتناش مشاركة تشاركنا وكملوا الفيديو الاخر ونبدأ في اول مشواري في المغرب خرجت انا مع انسيبي وخالو كنا راحين راحين يجيبوا شوية حاجات الفرح بيوضعوا لحاجات الفرح لما احنا مشيين مع بعض خالو بيقولوا عياطة على الراجل عياطة على الراجل اللي هنجيب منه الحاجة فانا بقول الكلمة عياطة ايه عياطة دي المهم احنا وقفين قدام محل كده فشوية بقولوا عياطة عياطة قالوا انا عياطة له بقولوا ايه عياطة له دي المهم ايه شوية وراح ممسك التليفون وراح ماتصل بالرقم وراح مكلمه يعني في امتى انا بقى كلمة عياطة له يعني اتصل بي دي اول كلمة فهمة في الحوار دي وقول له انا وقف قدام الحنوت قالوا حنوت ايه الحنوت هذا الحنوت هو عندنا الحنوتي اللي هو اللي بدفن المي اللي هو الحنوتي بنسميه الحنوتي انما هنا الحنوتي فيهمت بعدين الحنوتي اللي هو البقال اي محل بسميه الحنوتي وقول له انا وقف قدام الحنوتي المهم اذا كانت اول كلمتين اللي هي الحنوتي وعياط ويقولك وكان يقول لي ايه يقول لي معاكله شارج اقول له ايه اللي هو شارج يقول له لو شارج مش فهم لو شارج cafe ما يعرفوش المصرية اوي يعني هلونة ايه اللي هو شارج boss والعب فينا كل مصريين مامونطلعش على العالم مامونطلعش على لغة العالم يعني المفروض مامونطفرج مثلا على مسلسل او فيلم من اي مكان المفروض نعرف ايه ايه الكلمة دي معناه ايه بسم الله. من شاء الله في المغرب يعني انا ما بكلمهم فهميني انما هما ما كانوا بتكلموني ما كنتش بافهم هما بقولوا ايه اصلا وحتى لو اتنين بتكلموا عبعض ما كنتش بافهم بتكلموا ايه الموم روحنا بيت اه رايبهم اتنينها البنت صغيرة كده اسمها حفصة فبتقول ليه احنا وضبنا الغرفة هاتي وعملنا حطنا فاس سلمونجي وجبنا في الكوزينة البوطة وجبنا التيو وركبنا في البوطة فبقول لها ايه السلمونجي دي قالت لي السلمونجي ولا ولا ايه السلمونجي وايه البوطة دي طبعا لسه ما عرفش انا الكلام دي المهم بقول لها وريني كده وريني تعالي وريني السلمونجي دي فتحة الغرفة بتوريني كده بقول لها فيني السلمونجي قلت لي هاي قلت لها دي السلمونجي عرفت ان هي ترابس الصفر ترابس الصفر اللي هي السلمونجي القلت لكي قولت أنا أبيوطة البيقض mange وجميلة الجميلة قلتني ايه البقراج وايه الجميلة الجميلة اللي بحس بواحدة اسمها الجميلة الجميلة اللي الحل اللي بتقلها الغطاء دي والبقراج اللي هو البراط حاجات كتير يعني فيه اللغة فيه حاجات كتير مختلفة عندنا يعني عندنا منقول له هاتي أموبة الغاز شنين أموبة الغاز خلص إنما هم هو يقولك البوط فيه حاجة تانية الشاحن الشاحن بتاعة بتاعة التليفون بيسموه هنا الشارج الشارج والكارت الكارت اللي بتشحن بيه يسموه له شارج اللي هو شارج الكون نيكس اللي هو النيت يعني فيه حاجات كتير مختلفة حاجات عندنا بالنسبة لهم كتير حاجات مختلفة الشاشة بتاعة التليفون الشاشة احنا بسموها شاشة ما بسموه قفشو. قفشو. ماشي. المرة رايح عندنا البيع الموسير في السباكة والحاجات ديت. هنا بسموه دروجري. يقول لك روح عند دروجري يجيب مش عارف ما عنده ايه. ايه دروجري هاد? يقولوا دروجري البيع البوية وبوع الحاجة. ومو فين وفن عرفت الدروجري. مرة رايح عنده. كنت عايز حتة مصورة. طبعا المغرب مش عارف كلمة مصورة. انا اعرف كل مصورة. بقول له ديني حتة مصورة. بقول لي مصورة ايه? بقول له هاد مو ما عدت في المحل ادور في المحل. قلتولي زي هاد? قلتولي اه الجعبة. قلتولي اه اسمها ايه? قلتولي اه ديني بقى متري من الجعبة. الجعبة. يعني حاجات اللغات مختلفة وكلام كلام حلو. يعني الي واحد ما ما تعلمه? الحمد لله اتلوقتي الحمد لله انا اللو أحد بتكلم كلام مزيان يعني الحمد لله. وفيه اللي هو الشباك يقولك ايه افتح الشرجو. اسمها ايه? بسموه ايه? الكلمس شرجو. اه الشرجو. بيشدوها كده يشدوه. الشرجو. يعني الشباك عندنا نفتاح الشباك بسموه الشرجو. الشرجو. والله الشرجو. ما اه? المهم ويشدوا الكلمة بيكبدوها كده والميدان يسموه يقولك الرنبا عنده الرنبا يقولك انا وقف في الفيروش ايه الفيروش هاي يقولك روح استناني عند الفيروش مسلا يكون هو اما راح يكون في مشغر وانا مستنيه يقولك يستنيني عند الفيروش ايه الفيروش دي اه وتكلم نفسي ايه الفيروش فين وفين ما واحد بقولي بقوله اعمل الفيروش دي الفيروش اللي هي الاشهارة بتاع المروع دي اسمه الفيروش يعني في حاجات كتير يعني كلام بزاف بزاف كلمة بزاف دي يعني كتير كتير يعني وواحد يقولك ايه ضرب النهاردة تمارة ايه ضرب تمارة ايه فقط ضرب تمارة يعني واكل طمري ولا واكل حال ايه ضرب تمارة دي اداري ضرب تمارة يعني ايه كان شغال وتعبان في الشغل يعني يعني كان في الخدمة الشغل عندهم الخدمة اسمها الخدمة أي وعد في الشغل اسمه الخدمة يعني فرق ابن جناد وهذه اسمها الخدمة يعني أنا جاي منين جاي من الخدمة الناس يفكر كلمة خدمة يعني خدام يعني هذي الكلام هذا فبقولي الكلام بزاف بزاف يقولك تعال نروح نشتري حوت عشان ناكل حوت يالنرض ايه ناكل حوت هذي هنجيب حوت ناكل حوت الناس دي في دماغهم كلنا هناك الحوت اداري الحوت هو السمك عندنا مصر الحوت اللي هو السمك ماشي والدولاب الدولاب يقول لك اقول لهم عايزة هنا حط الحويج اللي هي اللي دوم تياري سموها الحويج الحويش يقول لك حط الحاجة في الماريو في الماريو انا ما عرفش ايه الماريو مراطي طبعا عم تكبر منفضة دماغي وتزيبني انا بقى انا اول ما جيت كان دماغي شفت اللي واحد دماغه ساحت يعني الناس بتكلمك كلمات وانت مش حقق يعني دي خلاص راحت راحت خلاص دماغه ديت حاسي انها يعني بتتفارمط شفت اللي بفارمط التليفون في تعبو يعمل شكو بفارمطه حاسي اندماغي بتتفارمع يعني انا يعني وقتنا هذا في كلامات مصوصية نسيتها خلاص في كلامات يعني اللي هي بيسموها الرنبة هذه اللي نسيت عملا ادور عنام المبارح عملا اقولي هي ايه مش فاكرة يعني نسيت نسيت انا يبقى في حاجات نسيتها من كتر الكلام قدامي في كلامات يقول لك استناني في الشنطي عند الفايروش استناني في الشنط ايه الشنطي مش عارف انا الشنط عند الفيروش طب انا عرفت الفيروش عشان عارف الشنطي ماشي ويقول لك ايه في الشنط يا عم عند الهودة عند الهودة يا عم الشنط عند الهودة دي يا عم واحدة واحدة علينا عم يكلمونا عربي يا عم النبى عربي يكلمونا عربي يا عم ده النبى عربي يا عم الحاك دي يعني دي بعض كلمات يعني مسلا فيه كلمة يقولك ايه الدين الرمود قصد الرمود بيسموه الرمود اللي هو بتاع التلفازة بيسموه تلكمونت يقولك دين تلكمونت جنبك او دين تلكمونت ايه تلكمونت ايه المشكلة انا امراضي يعني انا كنت اهزعل معها في يوم بسبب الموضوع دي اقول لا ليه انت ما تكلمتنيش اصلا في الفترة اللي احدين مع بعضي فيها ما تكلمنيش ليه مغريبة عشان افهم انا اللغة ماشي ويقولك الزنقة طبعا الزنقة يعني الناس ما ظن كنا عارفينها الزنقة اللي هي الحارة معروفة يعني شوية تمام يقولك اجيب لك ليمون تاكل ليمون قولها في حد بيأكل ليمون ليمون ايه ليمون عملي عصير تقول لك لا الليمون عندهم اللي هو البرتقاء الليمون عندنا الليمون هما بسموه الحامض الليمون فتحهم بسموه الحامض هنا الليمون اللي هو الحامض انما احنا عندنا الليمون اللي هو البرتقاء عفوا المهم هذا بعض كلمات وانا فيه وقف في المحل بيجيلي كمان الناس بيتكلموا لغة تانية او اللهاك تانية اللي هي اسمه الشلحة يقد يكلمني قاعدة تبص عليه تفرج عليه مقول له عم انت بتتكلم انا عايزة يا رفل اللغة اللي انت بتقولها دي ماشي فين وفين بقى لما يجي واحد يكون فاهم الشلحة ولا فاهم اللغة فتحته قول له عم ترجم له بالله يعني ترجم ترجم له الراجل شوف الراجل ده عملي از ايه ولا تسيت اللي وفد اعايز ايه واحد يقعد يشرحوله بقى يعني كده 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 في يعني حاجات لغات بزاف وحاجات بزاف والحمدالله يعني هنا الناس هنا يعني في في ناس ما بتفهمه فيه متعرفش الشلحة يعني في ناس ما تطرفش الشلحة ماشي وفي ناس في ناس بفهماه يعني في بعض الكلمات الناس بتفهمه الحمد لله واحدة واحدة نتكلم الحمد لله كثيرا لباس كثيرا لباس عليكم الحيات ديت الحمد لله نتكلم معهم شوية شوية ونقوم بمغربي شوية شوية والحمد لله نشكر جميع المغربة ونهم بسدروم واسع لنا ويتحملونا ويتحملو الهضرة ديالي في الاول ونشكركم جميعا كلكم بالزاف وهذه بعض كلمات كده ويا رب الناس تستفاد من الكلمات ديالة هاوز يجي المغرب يستفاد يعني مواحد يقولك يقولك عيط عليه تبقى فاهم يقولك جيب حاجة من الحنود تبقى فاهم يقولك افتح الشارجور الشارجم يبقى انت عارف ايه الشارجم ماشي يقولك استناني عند انفص مع الفيروج تبقى فاهم الانفص يعني قبال كلمة انفص يعني قبال منه ماشي الفيروج يعني الشارج تتعضوه يعني تبقى فاهم ايه الحاجات اللي هي الخفيفة ديها تبقى عارفة بحيث ما الجيش تبقى ابيض واخر كلامنا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوناش في الاشتراك والدعم واللي ما عملناش اشتراك اعملناش اشتراك والليه الابوني يا رب نكون خفاف عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتراك